سبحان الله وبحمده سبحان الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم معنا في معلومات صحية ومفيدة معلوماتنا اليوم هي عن الحبهان أو الهيل يعتبر حب الهال من أهم وأفضل التوابل التي نستخدمها عند طهي الطعام فهي تضيف للأصناف نكهة وطعام ومذاق من نوع آخر لذلك يتم الاعتماد على الحبهان أو الهيل بشكل أساسي في معظم الوصفات فلا يمكنك أن تجد مطبخ يخلو من تواجد الحبهان ولا يمكنك أيضا أن تجد ربة منزل لا تعتمد عليه في الطهي وأفضل الطهات حول العالم لا يمكنهم الاستغناء عنه تحت أي ظرف من الظروف فبالإضافة إلى المذاق المميز الذي يضيفه للوصفات فهو غني بالمميزات الصحية ويعمل تناوله على منح الإنسان الكثير من الفوائد الصحية الهامة والمفيدة لجسمه بلا أدنى شك فبالرغم من صغر حجمه إلا أنه له فوائد كثيرة تفوق حجمه بكثير يسرنا اليوم أن نتعرف على تأثير التناول اليومي والمستمر له على الصحة لنتعرف على أهم فوائده التي ستدفعكم على الفور لتناوله يوميا وعدم الاستغناء عنه مطلقا فقد أثبتت الكثير من الأبحاث والدراسات العلمية على أن تناول الهيل مفيد جدا لصحة الجهاز الهضمي ويعمل على تحسين مستويات الهضم والقضاء على مشاكل الجهاز الهضمي بفعالية تامة كما يعمل على فتح الشهية على الطعام يحتوي الهيل على نسبة لا بأس بها من مضادات الأكسدي والتي تعمل بشكل فعال على محاربة البكتيريا والجراثيم المختلفة والتي بدورها تساعد في القضاء على فيروس البرد والإنفلونزا حيث أثبتت دراسات وبحوث علمية كثيرة على قدرة الهيل على القضاء على فيروس البرد والإنفلونزا بجدارة فهو يحتوي على مجموعة من الفيتامينات التي تعمل بجدارة على منح البشرة والشعر فيتامينات لازمين لتغذيتهم ومنح البشرة الإشراقة والنظارة واللمعان كما يمنح الشعر طولا وكثافة يمكنك سحق الهيل حتى يصير كالبودرة ونهن الفم به من الداخل لتزول رائحة الفم الكريهة في الحال كما أن فيتامين A وB وC والذي يحتوي عليه الهيل يعمل بشكل فعال في تخليص الجسم من السموم الضارة به أتمنى أن تكون المعلومات قد أعجبتكم واستفدتم منها أرجو أن تنشروها لتعمل فائدة الجميع شكرا لإصغائكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن أعجبك الفيديو لا تنسى الآجاب والاشتراك في القناة ليصلك كل جديد وإنشر المقطع ليعم الأجر والفائدة للجميع ولا تنسونا من آرائكم وتعليقاتكم ونحن نحترم آرائكم وتعليقاتكم ونأخذها بحامل الجد وشكرا وجزاكم الله خيرا